وفق مجلس الشورى خلال أجلسته التي عقدت برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس وبشكل نهائي على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الصحة العامة وذلك بعد إعادة المداولة في بعض مواد المشروع بقانون وإدخال عدد من التعديلات عليها تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب أنهى مجلس الشورى مشروع قانون بشأن إصدار قانون الصحة العامة وذلك بأخذ الموافقة النهائية عليه في الجلسة التي عقدت برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس بعد أن تم إعادة المداولة بشأن بعض مواد المشروع حيث تم النظر في اقتراحات التعديل الواردة بشأنها من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وكذلك من عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس ولجنة الخدمات والموافقة على عدد منها بعد ذلك استعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب وأشارت اللجنة في تقريرها إلى الأهمية البالغة لمشروع القانون لما يتضمنه من تنظيم لقواعد وعلاقات اجتماعية بالمجتمع البحريني ووضع أسس وضوابط الترخيص لمراكز التلقيح الاصطناعي والإخصاب طبقا لمعايير قانونية لضمان التنظيم الصحيح لاستخدام المهنة وقد أقر المجلس عددا من مواد مشروع القانون على أن يتم استكمال مناقشته خلال الجلسة المقبلة ناقشنا مشروع قانون استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب قانون جدا مهم لشريحة كبيرة من المجتمع البحريني راح ينظم كثير من الإجراءات الخاصة بالتلقيح الاصطناعي كثير من العوائل والأزواج المقبلين خصوصا اللي يرغبون في الإنجاب أحيانا تواجههم مشاكل جهد القانون ليضمن ويضبط كل الإجراءات الخاصة بالعملات التلقيح بحيث يؤمن السلامة والصحة إلى الأم والأجنة في نفس الوقت كان المفروض أن يتم الاتفاق عليه قبل عام وقد جد في هذا الموضوع الكثير من المواضيع وخصوصا العقوبات التي ستتم مناقشتها إن شاء الله في الجلسة القادمة المشروع مهم وذلك لوضع الضوابط والقوانين التي تحد من الممارسات القاطئة من بعض الأطباء في هذا المجال وخصوصا أن بعض هذه الأخطاء ليست أخطاء طبية وإنما هي مواضيع تمس حياة المرأة التي ترغب في الإنجاب وفي الجلسة ذاتها تم أخذ الرأي النهائي على كل من مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنجلادش الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنجلادش الشعبية بالإضافة إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية ترجمة نانسي قنقر